أخطر وأسوأ شيء ابتدعت داعش هو القتل بالمذهب فلم يعرف الإسلام القتل أي إنسان لأنه تمذهب بمذهب كذا فما دالت المذهب على مر عصور الإسلام كانت المذهب الأربعة كان المذهب الشيعي بل في حاجات في المذهب الشيعي كانت تدرس في الأزهر قديما وكان السنة والشيعة يعني في علاقة جيدة مع بعضهم لم يقتل أحدهم الآخر لأنه تمذهب مذهب كذا لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه ولأن هذا الأمر مناطه ليس بالقتل ولكن بالدعوة والهداية والفكر الصحيح والتناول العلمي للأمور جاءت داعش لتقتل بالمذهب ويعني ما ثلها في ذلك الميليشيات الشيعية من عصائب الحق وغيرها وهذه الميليشيات الشيعية قتلت بالمذهب كانت تجد أي واحد سني تقتله يعني تلاقي اسمه عمر بن الخطاب تقالز قتله بالاسم مجرد اسمه عمر تقتله أبو بكر تقتله عائشة تقتلها وما إلى ذلك هذا يعني إجرام في حد ذاته الميليشيات الشيعية